يأنه يتلوع ويصارع الألم أحسين شاب نصيب بالشلل ورفعت إحدى كليتيه بعد تعرفه لإطلاق نار أصاب أخاه أيضا من سلاح منتسب أمني ذو الثمانية عشر عامة تعرض مع عائلته لتهجم رجل أمني عليهم كما يقولون في حديثهم لنا ما أخذنا الثواب وراحين موكب راحين نذب التوكتوك وتحيل عامل ونكمل ماشي وصلنا إلى الشهداء هما كانوا كفين شرطة اتحادية اثنين حتى الضوء ما خلونا نعبر وينا عمّة الرجال عمّة الجات شبيرة انزل يتفاهموا ياهم ما تفاهموا وجاءوا قاموا يضرون بالتوكتوك قلت لطيما جاء خلنا أفتاق ويرجع وهاي لأثنين وانوا جاء أفتاق ويرجع ورمونا من وراء أحسين يرقد في أحدى مستشفيات بغداد يقول والده أن حالته الصحية لا تطمئن يناشد ويطالب بأن يتشافى ابنه مما تعرض له بغير حق وبعد وقوع الحادثة أقدمت عائلة حسين على رفع دعوة قضائية ضد رجل الأمن وتم إيقافه وفق حديثهم وبانتظار نتائج التحقيق لبيان ملابسات الحادثة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير